مردى ضيف عزيزة عليها جدا جدا قيمة علمية كبيرة جدا فعالا بروحات تجميل واسم ليس على المستوى المصري فقط ولكن المستوى المصري والعرب ايضا على المستوى العربي واسم عالمي يعني تاريخ العلم أو علم التجميل من المصنفين القلائل على مستوى ليس مستوى عادي لكن مفتخر جدا بأبحاثه وأنا واحد من الناس أنا بأقره عترف أن أنا ذكرت من كتبه بكت أنا طالب بس من سنوات قصيرة مش من طويلة طبعا هو القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير الأستاذ دكتور علاء نبيل الصادق أستاذ جراح التجميل بكلية الطب ودكتوراه أحد القلائل العرب الحاصلين على الدكتوراه من جماعة ميونيخ بألمانيا وعضو جماعة المصرية لجراحين التجميل ورئيس قسم الجراحة جراحة التجميل بمستشفى التيسير الدولة المستشفى العريقة جدا في شرق الدلتة في الزقزيك أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور والله يمور المهارة أهلا بيك أحنا بنسعد جدا بزياراتك أهلا وسهلا أهلا بيك ورب نقدرنا ونقدر نفيد المشاهدين كله أنا عايز أدخل في شفط الدهون هذه المنطقة التي تحتاج مهارة عالية جدا شفط الدهون يعني إيه؟ شفط الدهون هي بعد التقييم هي وسيلة لنحت الجسم وبرضه السادة المشاهدين لازم يعرفين أنها مش وسيلة لإنقاص الوزن ولكن هي وسيلة لنحت الجسم بنعمل ريش هيبينج أو بنعمل تحديد للجسم يعني يعني كتير قوي من البنات بتيجي أهلا أقول لك النص اللي فوق مش ماشي مع النص اللي تحت أنا بلبس فوق مقاس 42 تحت 46 ففي مشاكل بهذا الموضوع أنا برضه أعايز المشاهد إن شاء الله يستفيد من الحلقة دي بحيث أنه هو يشخص نفسه إزاي؟ أي حد مليان يعمل إيه؟ أو يروح فين؟ أو بمعنى صح دور جراحة التجميل أخبارها إيه؟ هل هو يجي لنا؟ إحنا نمرة واحد كده أي حد حيث أنه هو مليان شوية أو تخين شوية يلا روح للدكتور التجميل لا بمنتهى الأمانة دور جراحة التجميل نمرة اثنين مش نمرة واحد إزاي؟ يعني أي حد بيعاني من السمنة أول خطو لازم يعمل رجيم ورياضة قدامنا احتمالين لو الجسم نزل بطريقة متنسقة يعني متنسقة يعني مفيش بروزات مفيش سمنة مضاعية يبقى في الحالة دي هو مش محتاج جراحة تجميل خط ليه؟ لأنه هو بيزيد بتنسق وبيقل التنسق طيب الاحتمال التاني أنه هو ينزل يقرب من الوزن المثالي بتاعه ولكن في مناطق ما بتنزلش عنده سمنة موضعية تكون بقى في الجناب تكون في الهنش تكون في أي مكان في الجسم يبقى فيه سمنة موضعية يبقى أنا نزلت هو على المزاب والوزن قرب من الوزن المثالي بتاعه لكن في مناطق ما بتنزلش ودي غالبا بتبقى لها عوامل وراثية في الحالة دي يبدأ هو يتوجه إلى جراحة التجميل طب درنا احنا في جراحة تجميل نعمل ايه نبدأ نقيم لقينا الجلد مشدود يعني ايه مشدود مجرد بروز دهني كده لكن مفيش حاجة سقطة جلد ماسك نفسه مرونة بتاعته كويس يبقى في الحالة دي بنتجه الى شفط الدهون بالليسر لو لقينا الجلد مترهل زي مثلا انت حقلت كتيرا في البطن تلاقي اه في زيادة في الدهون ولكن الجلد ساقت تحت متدلي مترهل يبقى في الحالة دي بنعمل حاجة تانية مع شفط الدهون شفط الدهون لوحده مش هيبقى كفية ولكن بنعمل حاجة اسمها شد للجلد يعني بنشير جزء من الجلد عظيم جدا طيب شفط الدهون ما بين الطرق التقليدية وما بين الاسلوب التقليدي ثم الليزر ثم وما بينهما يعني فيه اساليب كتير هو تاريخ كتير لشفط الدهون من اول ما كان بيتعامل دراي لكن احنا خلينا نتكلف احدث حاجة احدث حاجة اللي هي اللي هو شفط الدهون الليزر شفط الدهون عملية بتتم تحت المخدر الموضعي برضو السادة المشاهديني وعارفين كلمة مخدر موضعي يعني تقولك طيب وانت هتعمل لي فتحة واتدخل انبوبة وانا صحية كده مش حقلق مش حخيف لا هي منظومة متكاملة حاجة اسمها يعني مخدر موضعي صحيح هو مخدر موضعي لكن لازم عينيه في مستشفى ولازم المستشفى تكون امكانياتها كويسة واستاذ التخدير موجود ما بيسيبش العيان طب هو يعني ايه يعني العيان صح لكن مسترخي مش قلقان يبقى فيه استرخي يعني هو الحال عشان نسل تخيالها الحالة ما قبل النوم لم تحس ان انت كده شربت حاجة سخنة وهادي في السرير وقريب من النوم تمام ودكتور التخدير بيعمل مونيتورينج لكل جهزة الجسم معنا طول ما احنا شغالين بنعمل ايه بقى شفط الدهون بالليزر احنا بنعمل فتحة الفتحة دي فتحة زغيرة من خلالها بنبدأ ندخل انبوبة نحقن محليل وظيفتها تخدر المنطقة موضعيا زي ما اتفقنا ان احنا ايه مخدر موضعي والعيان صحي بس مسترخ وبعد كده نبدأ يعني لو جينا شفنا هنا مثلا هنا دي الاماكن اللي نقدر ان احنا نعمل لها شفط دهون في الجسم اللي عمل اتنور دي اه بنعمل ايه بنعمل ماركينج الاول بنخطط زي ما احنا شايفين على المنطقة المراد اللي احنا نشفط الدهون منها وبعد كده بنعمل فتحة زغيرة زي بتاعة المنزار كده ومن خلالها بنبدأ نحقن المحليل اللي قلنا عليها وبعد كده ندخل بالبروب بتاع الليزر ليه الليزر الليزر بيعمل ثلاث حاجات اول حاجة بيكسر جدار الخلية الدهنية استعدادة اللي شفتها على اساس يقلل قوي فقد الدم دي مرة ثلاثة ودي حاجة مهمة جدا انه هو بينشط الكولاجين اللي موجود في الجلد طب وده اهميته ايه اهميته انه هو بيساعد في شد الجلد بعد شفط الدهون زي ما احنا شايفين هنا ادي الليزر دخل في المنطقة زي ما احنا شايفين اهو بيعمل تكسير للدهون اللي موجود استعدادنا اللي شفتها زي ما احنا شايفين كده طبعا المنطقة يعني بنعمل اكتر اشبه بتتفجير يا فانت مرة ايه اشبه فعلا كأنه فجر ونشوف بقى هنا بعد ما عملنا الشفت نلاقي المكان فضي مع المحافظة على الشعارات الدموية اللي احنا شايفينها دي اللي هي الحمراء والزرق وعشان كده حاليا مبقاش في فقد وبعد كده بناخد وقت لغاية ثلاث شهور عشان يحصل انكماش بالنسبة الى الجلد وخلاله طبعا اللي بنلبس زي ما احنا شايفين هنا بنلبس كرسيه لمدة ثلاث شهور عظيم جدا الفنيات يعني هنا مثلا حالات بين حضرتك دي حالات بالضبط حالات عاملينها قبل وبعد زي ما احنا شايفين لو بصين عليها نلاقي فيه بروز مثلا في الجنب يعني فيه بروزات يعني سمنة موضعية موجودة وفي البطن من فوق وتحت تعمل لها شفت دهون بالليزر والسورة دي بعد ثلاث شهور لو شفناها بالجنب برضو ممكن انها تبين يعني شوف البطن هنا مثلا دي كانت البطن غريبة او عاملة زي زي هذا ولكن مش مترهلة اه مش مترهلة يعني لو ناخد بالنا يعني عبارة عن بروز دهن يطالع بس عاملة كتلتين من الدهون والكتلتين جنبيتي اسمل البطن زي ما احنا بعد ثلاث شهور من شفت الدهون بالليزر زي ما احنا شايفين ان حصل طبعا احنا شفتنا الدهون وحصل انكماش في الجلد بدرجة مرضية طبعا دي بتغير الستايل بتاع اللبس تماما ونبدأ نعمل الايان تحس انها رجعت للحاجة اللي هي عايزة حق تمام هل في منطقة البطن بالزاد بيتم شفت الدهون لوحده ولا ممكن اعمل شيء اضافي كتحسين للمظهر ده سؤال ممتاز جدا لانه بيهم يعني معظم المشاهدين وخصوصا مع تكرار الحمل بالزابط زي ما احنا شفنا المثال الاولاني احنا عندنا ده كان شفت دهون فقط لكن في بعض الاحوال بنلاقي هي البطن بتتكون من ايه بطن بتتكون من جلد وتحتها دهون وبعد كده في عضلات صح نبدأ نقيم لو الجلد مترهل والدهون كتير والعضلات مرتاخية النتيجة لتكرار الحمل او اسباب اخرى يبقى في الحالة دي شفت الدهون اللي واحده مش هيكفي نقوم نعمل ايه نعمل تلات حاجات في نفس العملية نعمل ايه حنشفت الدهون ونشيل الجلد الزياد مع المحافظة على السورة طبعا وفي نفس الوقت نصلح العضلات لو احنا عملنا الكلام ده في التلات حاجات دول في نفس المرحلة يبقى في الحالة دي احنا اه قدرنا نحل المشكلة كاملة المريضة ترجع باك عشر سنين زي قبل الايه قبل الولادة وقبل ايام الخطور وخصوصا ان الساحات بتحصل نوع من الخلافات الزوجية ده بصراحة شديدة جدا بين الزوجين بعد هو بيبراج اللي وقعد يلوم لا انتي مرجعتش ليه زي الاول هو طبعا الناس الولاد اللي موجودين اه هو انا بينسا لا لا رجالة فوقي اه لكن البطن في الاول يعني طبعا هي ما بتعرفش تلبس اللي هي عايزة طيب نمرة اتنين بنلاقي البطن بتكبر زميلها اللي انتي حامل في كام شهر طيب بعد شوية تنزل البطن التحت زي قوم يحصل ايه التهابات جلد على جلد في فطريات في رواقح مش كويسة منفرة اجتماعية تزيد اكتر تعمل تقل على العمود الفقري واجع في الالم في الضهر تعمل تقل على الركب الالم في الركب ودن السكة زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين لو جينا بصينا هنا هنلاقي بقى ايه الفرق بين الصورة دي والصورة الحالة الاولانية اللي احنا عملتها هنا قبل العملية جلد مترهل يعني صائد لتحت ده دهون وجلد مترهل ده دهون وجلد وعضلات كمان مترهل هنا لما نشوف بعد العملية زي ما احنا شايفين شلنا الدهون شرطنا الدهون واقصينا الجلد مع المحافظة على الصورة زي ما احنا شايفين وفي نفس الوقت عملنا ايه عملنا اصلاح للعضلات وطبعا هي كمان بعد شوية بيوقع في بعض التورم بعد بيقل كمان اكتر وبتبقى النتيجة افضل كمان فرق الزمني بين ثلاث شهور اه دي مثال تاني لحلم الحالات اللي انا عملها بعد الفقد الشديد للوزن يعني بعد العمليات بتاعت السمنة تكميم المعدة وخلافه دي طبعا لها دكاترة مخصوص بتعملها او تحويل المصاري المصغر بيفقد الجسم كمية كبيرة من الدهون تقدي الى تراهل في اجزاء الجسم في كل حتة بقى ممكن قدي في البطن في الزراع في الفخز هنا في البطن زي ما احنا شايفين قبل العملية هنلاقي في جلد مطلحل فوق السرة وتحت السرة وعلى الجناب لهم نعمل ايه شفتنا شلنا الجلد الزيادة وبنعمل نحت للجسم نبص على الجناب كده الجناب واضح انها من فوق هي مليانة فبنعمل نحت بقدر بحيث ان احنا هنحقق بعد العملية الشيء بإيه اللي المفروض المريض عايزه وبيطمح اليه طيب في حتة ما بيقدروش يخطوه خالص الدرعين لا الدرعات دي مشكلة كبيرة الدرعات زي ما قلت وده كلام مضبوط جدا اول ما تجبر كده تضايح دي مشكلة الصيف والشتة لبس الصيف ما بيغطاقش والشتة الدرع بدخلش فيه تيجي تلبس اي شاكت الدرع ما يدخلش فهي مشكلة فعلا تيجي مثلا على السفرة بتأدل حاجة تلاقي فيه وهكاس دي فعلا مشكلة الحقيقة يعني طبعا التعامل معها زي اي مكان في الجسم احنا بنقيمه لو هي المشكلة القطر والمرونة بتاعت الجلد عالية في الحالة دي شافت دون بيليزر حيحل المشكلة عطوة الأمور ممتازة طبعا لو الوضع مش لأ دهنا عندي فيه ترهل وخصوصا في الجزء الاسفل من الزراعة عشان الجاذبية الأرضية وخصوصا في ايه بقى يا دكتور ايمان في الناس اللي عمالة تزيد وتخس تزيد وتخس ايه اللي يحصل هي يحصل تخسيس تلاقي الايه تلاقي بدأ يحصل فيه مع الجاذبية الجلد مش قادر او المرونة بتاعته قلت شوية يبدأ تلاقي فيه حتة هنا ايه موجودة في الحالة دي بنحتاج نعمل حاجة اسمها شد زراعة بنفس برضو الطريقة احنا يعني ممكن مخدر موضعي او مخدر كل زي ما احنا شايفين هنا لو جينا بصينا هنا قبل العملية حلق زي ما يكون درعين يعني بص قريدي فيه لاين موجود انا دايما احس يعني الست ديات بتبقى كأنها شيلة طفل تحت اه بالزرعة بتقعد تعمل كده كانو طفل صحيح وتقل على الحركة كمان اه وطبعا فيه عضلات موجودة يعني مثلا لما نيجي نبص بعد العملية نبص على الجزء اللي فوق وهدي قول طب ليه ما نشفوتش كمان ده اتشفت بس وفيه عضلات موجودة قريدي واخد الجرح بيبقى باين في الاول ليه بيبقى باين في الاول لانه ماشي عكس خطوط الجلد يعني ايه خطوط الجلد ماشية بالعرض هو ماشي عكسها وعشان كده في الاول بيبقى ظاهر بعد ثلاث شهور يبدأ يقل تدريجيا بياخد له سانة تقريبا عشان يبقى الجرح شكله كويس وعشان كده لو بنصح برضه البناتي يعني تيجي تقول طب شوف الدراع كده طب انتي الفرح بتاعك امتد انا فرحي لالشهر الجاي ما ينفعش وعم احنا بنمنى الكوبني دايما في 28 يوم بالضبط اه يعني لازم لازم تدي وقت علشان الاسهر يبدأ يروح وما لما بيروح بيبقى كده خط من خطوط الجلد حظيم جدا طيب برضو ساعات انا برضو بكلم حضرك بما ينا حضرك قلتلي حتة الاميرجنسي والناس دايما بتيجي متأخرة البنت عندها فرحة ونفاجأ ان البنت عندناها حقدة مش عايز تجوز ما متى تدخل عليها البنت بتعايت ايه انتي بتعايت انا البنت بتقول انا بشتكي البنت بتشتكي من عندها صغر حاجب السادي تمام تمام ست بعد الولادة والحمل مرة واتنين بدأ يحصل لها تراخل في السادي وصدرية بدأ يبقى كده وجوزها بدأ بقى يعني يظهر امتعاده ورجالة يعني فعلا في الحاجات دي فيه رجالة كويسة جدا الحمد لله وفيه رجالة صباح الندالة والله انا بحس ان السيدات او البنيات مظلومين في الحتة دي ايه ليه بقى لان هي يعني المرأة بتتجوز في الاول والعلاقة طبيعية بعد كده تيجي مثلا انجبت فيه اطفال وبعد كده يجي الزوج يحسبها على التغيرات اللي حصلت في الجسم ونسي الاطفال اللي موجود فانا بحس انها فعلا مظلومة صباح الندالة لكن عموما ردا على السؤال يعني فيه الصغر حاجب السادي دي مشكلة وكامل حاجة يعني مش ظهرة للأعضاء للأسرة كلها لانهو بيحاولوا يخفوها بالهدوم واللبس والحاجات دي وتظهر زي ما تفضلت وقلت قبل الفرحة طيب ايه الموضوع بتاعها ممكن الصغر يكون حاجة بسيط خلاص مش مشكلة بعد الجواز يمكن يكبر والأمور تبقى كويس لكن فيه صغر فعلا فعلا بتلاقي عبارة عن جلد فاضي أو إيفن ده مش موجود زي ما حضرك عارف فيه حاجة بولند سندرون مثلا هي مولودة أساسا نحية فيه صدر ونحية مفيش ففي الحالة دي لازم نتدخل ولازم نشوف هنعمل ايه طيب التخيل بتاعنا عبارة عن ايه احنا عندنا فيه حاجة أنا عايزها تكبر فبنجيب حاجة اسمها حشوة وده الجدار بتاعها من السيليكون القاوي وجواها جل ونبدأ من فتحة زغيرة لها أماكن كتيرة ممكن تحت السادي أو حوالين الهالة ونبدأ ندخل لقيمة نحطها تحت الغدة بتاعت السادي أو تحت العضلة لو التشو اللي موجود مش كبير وده بيدي نتائج فورية وتبقى الأمور كويسة وتقدر نهى تعيش بكويس الحياة حلوة زي ما احنا شايفين التقنية هنا امتى بنقى يحط السيليكون تحت العضلة أو فوق ده بيتوقف على حاجات كتير أشهرها إن لو أنا عندي فيه كمية كبيرة من الدهون والغدة موجودين في الحالة ده ممكن أنا أحطها تحت العضلة تحت السادي على طول زي الصورة اللي موجودة لكن لو كمية الدهون والغدة اللابنية قليلة في الحالة دي يبقى احنا بنحط تحت العضلة وكل واحدة بيبقى لها العيوب بتاعتها والمميزات وطبعا بالتقييم بنقدر نحدد أيهما أصلح بالنسبة لها طيب ده فيما يتعلق بالتكبير السادي بالزبط لكن فيه مشكلة تانية إنه السادي قد يكون متضخم جدا ووصل لمرحلة التأثير على النفس ودول على الظهر والرقبة بالزبط بالزبط ده دي مشكلة كبيرة هنا في مصر يعني أنا كنت يعني بتختلف من شعب الشعب يعني كنت في ألمانيا مثلا لا هو عندهم معظم السادي صغير يعني بيعملوا موضوع التكبير في الخليج يعني يميل برضو للتكبير هنا في مصر معظم الناس بيبقى السادي كبير والكبر ده ممكن يبقى من البداية خالص مع البلوغ والحاجات دي ويبقى برضو ده عوامل وراثية في الموضوع تلاقي فيه عيلة كده كلها مقدمات كده الأم والخالة والعمة والبنت ده دي مشكلة كبيرة بقى ليه لأن ده ما بيستخباش بقى مع فبير اضطرينا إن إحنا نلبس أو الستايل بتاع اللبس بتاعنا اضطريت إن أنا ألبس بتاع سن أكبر كتير تيجي بقى تشوف الناس دول ده مساكين خالص ليه أولا التقل اللي موجود ده تقل على الظهر والعمود الفقري وبالتالي تلاقي فيه الحتاب وانحناء موجود مع الشغل والحركة بتلاقي إن فيه ألم على الكتاف بتلاقي فيه ألم في العمود الفقري في الظهر مش بس كده بالليل ما تعرفش تنام ليه من كبر الحجم اللي موجود بتلاقي تيجي تنام تلاقي النفس طبعا مشكلة مش بس كده الجلد على الجلد نتيجة للتدالي بتاعه بتلاقي بيبدأ يحصل تهابات مهما كانت ست نظيفة وبتاخد شاورز كتير ولكن فيه فطريات غصب عنها نتيجة للجلد على الجلد ده وقت بيعمل رواح برضو منفرة من الفطريات والحاجات دي فدي مشكلة وإلى لك بتاعها برضو يعني بتعمل لها حاجة اسمها بتصغر يعني هون مفروض الهالة أو الحلمة بتبقى في نص المسافة بين مفصلة والكتف هنا بنلاقي من عندي ده ده نزل تحت وفيه ناس بتوصل لغاية الإيدين بنشين منها بالتمانية كيلو والعشر كيلو فبنعمل ايه لها تكنيك معين بنبدأ يعني مش بس نصغره لا ونعالج الترخل بحيث انه هو يرتفع للمكان المصبوط بتاعه الأثر بتاعنا بيبقى خط نزل من تحت الهالة أو انه هو بيبقى خط هنا اللي هو الحرسة مقلوب وبيختلف تنقدر نعمل ده ونعمل ده لكن اللي بيحكمنا اللي هو الحجم المبدئي قبل العملية عظيم جدا فيه حاجة بقى يعني كل ده بيقرق المريض وإحنا بنمشي كده في حياة الإنسان لكن فيه حاجة ممكن تخليه معرفش ينام الليل وطول الوقت قاعد ماسك مراية بتفرج على جرح في وش قصة لو بنت والراجل كمان ممكن ده يقف الشغلة فد تمام تمام والله هي الحقيقة دي مشكلة كبيرة ليه بقى لأن يعني يمكن حتى بعد الثورة احنا شفنا الكلام ده بطريقة يعني يمكن الأعداد اللي بتجيلنا تضعفت عشر مرات الحقيقة يعني وغالبا ما بتيجي في سنه صغير اللي هو فترة الشباب دي يعني تلاقي واحد كده وجاي جرح في وشه جرح اللي في وشه ده بقى مشكلة كبيرة ليه ولا مع زمايله مشكلة لو شفنا هنا مثلا الصورة اللي موجودة يعني ده زوير شوف الجرح ماشي ازاي وماشي عكس خطوط الجلد طيب ده لو احنا له طريقة الحقيقة يعني لو احنا رحنا شايلين يعني بعض الناس يتهيق لهم ايه طب ما نشيل الجرح ده ونخيطها كده تجميل غرزة كده وخلاص والموضوع يخلص لو عارف لو عملنا كده هنا هير الزبط يعني نيجي نفك الورز يقولك تسلم ايديك يا دكتور لكن بعد شهر تلاقيه وساعة تاني ما عملناش حاجة ما الحالة دي احنا عملناها بأي طريقة هي ماشي عكس خطوط الجلد لازم نحترم خطوط الجلد في الموضوع خطوط الجلد زي ما الواحد بيدحك في المنطقة دي كده بتلاقي الخط بتاع الجلد كده دي جاية ماشي عمودي على خطوط الجلد طيب نعمل ايه نحول الخط الكبير اللي هو ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيرة يعني زي الزجزاج كده ماشي مع خطوط الجلد تخليه بالعرض تخليه بالعرض 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 نمر اتنين العضلات التعبيرية بتاعة الوجه اللي هي السبب في ان الجرح يوسع نبدأ احنا نتعامل معاها ببوتوكس او حاجات تانية بحيث انها تقلل نشاط العضلة في الفترة الاولى اول ست شهور لغاية لما يحصل التقام بالنسبة الى الجرح ده اللي تم معاها ده اللي تم معاها ده اه انما لو احنا بالطريقة العادية يعني في بعض الزبلاء كتير قوي خلاص قادي جرح شيل وخيط هو شهر واحد بيروح يوسع تاجي لكن لازم هو له طلق ما هو عكس خطوط الجلد فده طبعا يبقى له طريقة في التعامل معاها كل منطقة في الوجه لها الخطوط بتاعت يعني لو جينا بصينا منطقة الجابهة الخطوط ماشي ازاي ماشي بالعرض لو الجرح بتاع اتجاهه ماشي موازي لخطوط الجلد بالعرض كده خلاص ده سهل خالص ليه ده شيله وخيطه على نفس الاتجاه لانه هو ماشي مع خطوط الجلد طب ويعني ايه ماشي مع خطوط الجلد يعني العضلة اللي موجودة دي كل ما تنقبض بيبدأناها تقرب الجرح من بعضه اكتر مش تبتعته عن بعضه اه مش تبعت يبقى دي ما فيش مشكلة ودي حاجة سهلة وعلى طول نص ساعة طب افرد الجرح كده عكس خطوط الجلد انا اعمل خطوطه عكس خطوط الجلد العضلة دي بقى كل ما تنقبض تقوم توسع الجرح عن بعضه اكتر ودي الطريقة بقى ليبقى لازم نعمل حاجة تانية اللي هو يبقى لازم نحول خط الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط زغيرة ماشية مع خطوط الجلد وفي نفس الوقت قال النشاط العضلة مؤقتا عن طريق حاجات احنا بنعملها في العضلة او عن طريق حق نبوتكس وخلافه لغاية لما يحصل التقام بالنسبة للجرح والعيان ده بيبقى على فكرة يعني بياخد برضو وقت ويعني بعد اول ما بنعمل بيبقى برضو الاسهر مازال موجود لكن بيبدأ يقل الاسهر تدريجيا بعد ثلاث شهور والنتيجة بتبقى كويسة بعد السنة من العملية عظيم جدا لو الجرح بالطول كده هبدأ بقى انا حاوله الجروح صغيرة بالعرض بالضبط اللي هو بتبقى زيجزاج اه زيجزاج كده كده بالضبط وده نص الموضوع النص التاني لازم اقلل نشاط العضلة اللي تحت علشان ما تشدش على الجرح وبالتالي الجرح يوز انت نورتنا شبفتنا الله يخليك سعادتي جدا سعادة غامرة ان انا التخيت بيك وانت طبعا استاذي الله يخليك الله يخليك انا يعني افتخر به دائما ويعني انا عارف انه مشاقة كبيرة ان انت تدي من وقتك لنا كتير بس نتمنى ان انت تدوم الزيارة لانه قيمة كبيرة زيك لما بيزورنا احنا يعني بس فعادة الله يخليك انا طبعا سعيد بوجودي مع حضرتك واتمنى ان يكون الكلام اللي احنا قلناه افاد مشاهدين القاهرة اكيد القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحات تجميل استاذ دكتور علق نبيل الصادق استاذ جراحة تجميل بكلية الطب وطبعا احد القلائل اللي حاصلين على الدكتوراه من جامعة ميونخ بألمانيا وضو جامعية المصرية لجراحة تجميل والاصلاح ورئيس قسم الجراحة جراحة تجميل بمستشفى التسير دولي الاسم العريق خليكوا دايما مع الدكتور احنا برنامج الاول في العالم العربي ايو احنا طبعا في احد تتا من قلب المحن تولد المنح المشكلة كلها في تقدم العمر عند السيدات المخزون مبيضات نفسه بيكون قليلا ويولد النور والامل في لحظة نعتقد الكثيرين انه لا مجالة للامل النسبة الحملة هتقل عندها لكن ما هيش مستحيلة برضه اغرب حالات تأخر من جامع ان مصر فيها هذا القدر ان يتقدم التكنولوجيا في عالم تأخر من جامع علاجات تأخر الانجاب بالذات في الاخصاب المساعد بنتعامل مع الكاب الاثنين مع بعض لو مشكلة عند الاثنين اصلا والتقدم اللي احنا وصلنا له دلوقتي بينا بنلاقي حلل اغلبية المشكلات زوجة دايما متهمة في تحديد جنس المولود مع ان اللي بيحدد جنس المولود هو الزوج هل في فعلا ازواق ما يحملش حيوانات منوية لها سمة الكرمزوم الزكة دي هي وحد بيخلف رجالة بس ولاد بس عشان يرزق بالطفل دي قدر نطبنا ستبها ايدينا نجيب اطفال اصحاء بالقصة دي بالذات ان احنا عندنا قسم للوراثة داخل المستشفى بداية كلمة تعقمنا نفسها بيت قليلا قوي